لكي تحارب الفساد في العراق اصنع شعاراً أصدر بياناً تحدث عن لجان للتحقيق ومؤتمرات للترويج افعل كل شيء سوى أن توقف ذلك الفساد بالضرب على يد المفسدين ومحاسبتهم وعود المسؤولين في العراق بشأن مكافحة الفساد ازدحمت بها كل وسائل الإعلام التقليدي والخاص لكنها ظلت تواجه بالسخرية وعدم الثقة من طرف الشارع العراقي لاستحالة قدرة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في البلاد لأنهم ببساطة هم أول المتهمين بهذا الفساد الذي ظل واحداً من أعقد الملفات منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 فبعد تشكيل النظام السياسي قبل أكثر من 16 عاماً شرعت العديد من القوانين ووضعت عدة مؤسسات لرصد مكامل الفساد في دوائر الدولة منها دائرة المفتش العام في كل وزارة وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وديوان الرقابة المالية ومؤخراً المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلا أن أي ملف فساد لم يصل إلى خواتيمه يوماً وظل الحديث عن ضرب الفاسدين رهين التراشق السياسي والتسقيط المتبادل أو الإعلان عن إلقاء القبض على صغار المتهمين بالفساد المالي والإداري من موظفية درجات الدنيا وإحالتهم للقضاء ليكونوا ضحايا من يسميهم العراقيون حيتان الفساد الذي ينخر بالبلاد منذ الاحتلال وكدليل على مدى عمق المأساة وهزليتها في الوقت نفسه يقول مصدر حكومي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استعرض في إحدى جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية شريطاً مسجلاً لأحد وزرائه وهو يبيع منصب إحدى مديريات وزارته إلى تاجر سياسي معين إلا أن هذا الدليل القاطع بفساد أحد أعضاء حكومة عبد المهدي لم يضي إلا إلى توبيخ الوزير أثناء الجلسة دون تحويل الأدلة لهيئات الرقابة المسؤولة رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري أكد أن عدد القضايا التي حققت فيها الهيئة خلال السنوات الثلاث المنصرمة بلغت أكثر من 29 ألفاً شملت 34 ألف متهم منهم 48 وزيراً و48 نائباً وتسعة محافظين و438 عضو مجلس محافظة و624 مديراً عاماً لكن كل ذلك لم يغير من وطيرة الفساد شيئاً والسبب كما يذكره القيادي في حزب الدعوة عن الأديب هو الخشية على العملية السياسية من الانهيار الأديب أفصح أن أي خطوة باتجاه محاربة الفساد ستعني إلقاء القبض على ما سماه قيمة سياسية تمسك بزمام البلاد منهم قادة في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه وهما يؤكد مجدداً أن الوضع في العراق بات عصياً على الإصلاح دون إزاحة هذه الطبقة السياسية ومخرجاتها بالكامل ترجمة نانسي قنقر